أسأل فضلتك الأول متى فرض الوضوء فضلت الدكتور مجدين نذكر يعني مشاهدينك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه الوضوء اختلف العلماء متى فرض فبعضهم قال ان هو فرض مع نزول آية سورة المائدة وآية سورة النساء والاثنين نزلوا بعد الهجرة فقالوا ان الوضوء فرض بعد الهجرة جمهور العلماء بيقول لا دا فرض الوضوء وقت ما فرضت الصلاة قبل الهجرة في ليلة الإسراء والمعراك وقالوا طيب ازاي تبقى آية الوضوء في سورة المائدة نزل بعد الهجرة والوضوء والصلاة بتقولوا ان هو فرض قبل الهجرة قالوا لان المقصود في آية المائدة وآية النساء بالأساس هو الغسل من الجنابة وحالة التيمم طبعا الآية بتقولها ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هنا نزلت هذه الآية بأركان الوضوء الاساسية هي دي الأركان الاساسية فقالوا طيب جمن الوضوء اما الآيات نزلت بعد الهجرة قبل الهجرة مفيش آيات بتقول ان هو أحكام يعني مفردات الوضوء في نزل وثيابك فطهر في سورة المدثر فقالوا وثيابك فطهر دي نزل الثياب او طهر عموما مش للوضوء انما قالوا عندنا في الشريعة الاسلامية الحكم الشرعي قد يأتي به القرآن او تأتي به السنة النبوية فالوضوء فرض بالسنة النبوية عند نزول او عند فرض الصلاة فرض الوضوء ايضا لانه لا صلاة بدون الوضوء